السلام عليكم وأما سورة يوسف فإنها وثيقة صارخة جدا صارخة جدا لأنها تتحدث عن عوائل الأنبياء عن عائلة نبي تتحدث عن أبناء الأنبياء تتحدث عن زوجة نبي زليخة فضحتها سورة يوسف أليس عاقبة أمرها أن صارت زوجة لنبي؟ فإن يوسف بعد ذلك تزوجها ولكن القرآن فضح زليخة هؤلاء الذين يتصدرون لزعامة الناس ويدعون ما يدعون إذا ما أساءوا يجب شرعا أن يفضحوا هذا هو منطق القرآن هذا ما هو منطقي أنا لا أحدثكم بروايات يمكن أن تضحكوا على الناس من أنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال ونجاساته التي جئتمونا بها من النواصط أنا أتحدث من الكتاب الكريم هذه سورة كاملة سورة يوسف في أولها ماذا تقول السورة في الآية الثالثة بعد البسملة نحن نقص عليك أحسن القصص فهذا أحسن القصص فضائح لعوائل الأنبياء فضائح هذا هو أحسن القصص هذا الكلام الذي يردده البعض من أن لحم العلماء مسموم وأنا سمعته حينما كنا في قم من بعض هؤلاء الخطباء الثولان على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لحم العلماء مسموم خطيب أثول هو نتاج هذه المرجعية وهذا الكلام لا علاقة له برسول الله هذا كلام قاله الشافعي المؤرخ والمحدث ابن عساكر ابن عساكر الشافعي كان في الشام وكان الحنابلة يخاصمونه ويسبونه ويجتمونه ويجتمون الشوافع فكتب كتابا يرد عليهم وقال فيه إن لحم العلماء مسموم كلام منه انتقل إلى الثقافة الشيعية مثلما انتقلت الثقافة الشافعية في كثير من جهاتها إلى واقعنا الشيعي بسبب حوزة النجف الشافعية هذه الأضحوكة التي يرددها دائما الشيعة من أن الشوافع يشبهوننا أخبيا أنتم نحن نشبه الشوافع نحن أخذنا منهم هم ما أخذوا منا شيئا الطوسي شافعي وجاءنا بكل ثقافة الشافعية واتبعه بعد ذلك علماء الشيعة وسأحدثكم عن موضوع التقليد وماذا نقل مراجع الشيعة في رسائلهم العملية عن كتب الشوافع في باب التقليد سنصل إلى هذا الموضوع ستجدون أن أكثر مسائل باب التقليد أخذت من الشوافع لا علاقة لمحمد وآل محمد بها على الإطلاق وبالأدلة سأتيكم بالمصادر وبالأدلة فماذا جاء في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص فهذا هو أحسن القصص فضائح عوائل الأنبياء هذا هو أحسن القصص هذا في أول السورة وفي آخر السورة في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هذه الفضائح التي ذكرت ما كان من حال أولاد يعقوب مع يوسف وما كان من حال زليخة مع يوسف وما كان من حال عائلة يعقوب مع يعقوب من سوء الأدب ومن الكذب كل هذه الفضائح ذكرت ففي أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص هذا هو أحسن القصص ما قيمته المراجع إذن وما قيمة أولادهم الفاسدين وأصهارهم الفاسدين وفي آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فأولي الألباب عليهم أن يفضحوا مراجع الدين الفاسدين وأن يفضحوا رجال الدين الفاسدين وأن يفضحوا الكتب الفاسدة وأن يفضحوا الخطباء الفاسدين وأن يفضحوا الأحزاب الدينية الفاسدة وأن يفضحوا الفضائيات الفاسدة والمؤسسات الدينية الفاسدة وإلا ما كانوا من أولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهذا قرآن يرتل عبر القرون هذا هو الذي جاء في سورة يوسف لا مجال للحديث عما جاء من فضائح في قضية زليخة وقطعا القرآن حينما يتحدث فإننا نحتاج إلى تفسير وتأويل وتدبر وحينئذ ستكون الفضيحة مجلجلة بالكامل لأن القرآن يريد منا أن نتدبر فيه فكيف نتدبر في هذه الوقائع من دون أن نعرف تفاصيلها من خلال الروايات والأحاديث وحينئذ ستكون الفضيحة مجلجلة ستكون الفضيحة واضحة بكل أجزائها الصغيرة والكبيرة هذا هو معنى التدبر فإن القرآن يذكر لنا فضائح عوائل الأنبياء بشكل مجمل لكننا حين نتدبر علينا أن نكتشف كل الفضيحة حتى نستطيع أن نتدبر من خلالها ونحن معمرون أن نتدبر في القرآن فما قيمة هؤلاء المراجع وما قيمة عوائلهم وما قيمة أولادهم السفلة هذا هو القرآن أنتم في شهر رمضان و شهر رمضان شهر القرآن و القرآن من دون تدبر لا قيمة لقراءته بالنسبة للذي يقرأ القرآن قد تكون وبالا عليه من دون التدبر على سبيل المثال لاحظوا هذه التفاصيل في سوء أدب عائلة النبي مع النبي أولاده هم الذين ألقوا بيوسف في البئر وحاولوا قتله في البداية قصة يوسف فغضب عليهم يعقوب واعتزلهم وتولى عنهم و قال يا أسف على يوسف و بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يلومونه و هم الذين فعلوا الجريمة و هم الذين كذبوا على أبيهم قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف ما الذي جرى لك حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي و حزني إلى الله وتمر السنون ولاحظوا سوء الأدب حتى بعد كل تلك السنين لما أعطاهم يوسف القميص و قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وتستمر الآيات و لما فصلت العير لما ابتعدت عن المدينة في أرض مصر قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تسخروا مني فماذا قالوا له عائلته و لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم نبي يخاطبونه من أنه لازلت على ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فضائح هذه فضائح عوائل الأنبياء فما قيمة أولاد المراجع التافهين السفلة حينما نتحدث عنهم وبالوثائق حين نتحدث عن أصهارهم وأولادهم و عن فساد المرجعية كل ذلك بالوثائق ما قيمتهم إذا كان القرآن هكذا يتحدث عن الأنبياء و عن عوائل الأنبياء لماذا يتحدث القرآن هكذا و لماذا يقول لنا نحن نقص عليك أحسن القصص حينما يقول القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص في أول سورة يوسف يعني أن هذه الفضائح هي من أحسن القصص و في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وظيفتنا إذن أن نفضح فساد رجال الدين الفاسدين الذين يتصدون لأمور الناس رجال الدين المنزوون المعتزلون الذين لا شأن لهم لا بحديث ولا بتعليم الناس ولا بزعامة الناس ولا بتشكيل المؤسسات والأحزاب هؤلاء لا شأن لنا بهم ولا يجوز فضحهم هذه قضايا شخصية القضايا الشخصية لا يجوز فضحها لكن حينما يتصدى رجال الدين ومراجع الدين وهم فاسدون فإن القرآن يريد منا أن نفضحهم يريد منا أن نجعل فضائحهم بجلاجل فهذا القرآن يفضح عوائل الأنبياء بجلاجل الجلاجل هي الأجراس التي تعلق في رقاب الحيوانات فحينما تتحرك الحيوانات تبدأ هذه النواقيس الصغيرة التي تسمى بالجلاجل تصدر صوتها هذا هو القرآن بين أيدينا أنا ما قرأت عليكم من كتاب يمكن لكم أن تشككوا فيه هذا هو القرآن بعينه وهذه الآيات والسور تتحدث عن قصص إنه أحسن القصص ما مضمون أحسن القصص فضائح عوائل الأنبياء هذا هو القرآن ردوها علي إن استطعتم ردوها علي لن تستطيع أن تردوا علي ذلك لأنكم ستردون على القرآن أنا لا قيمة لي لكن القيمة بتمامها في هذا الكتاب في القرآن موسيقى 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 وضع